موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة برنامجكم الأسبوعي الاقتصادي فيد والسفيد اللي يتقدم لكم قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة مشاهدين الكرام مجال حماية المستهلك والمنافسة شهد تطورا كبيرا ترافق مع النهضة الاقتصادية اللي شهدتها بلادنا الحبيبة قطر وتجسد هذا من خلال أقرار العديد من التشريعات اللي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية في هذا الإطار نطرح اليوم موضوع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحتها التنفيذية مع ضيفنا السيد إبراهيم حمد بمطار لمهندي من إدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة مرحبا بك أخو إبراهيم في برامة شفيد واستفيد يا هلا مرحبا بك أخو يصبح الله يحييك في البداية ودنا تعرفنا بشكل عام عن قانون حماية المنافسة وتعطينا الهدف من منع الممارسات الاحتكارية عندنا في دولة قطر بسم الله نبدأ وبهنا استعين وفي صباح في ظل انتهاج واتباع الدولة لسياسة السوق لسياسة اقتصاد السوق المفتوح وتحرير التجارة نعم تظهر أهمية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خلق بيئة تنافسية ومثالية آمنة لحرية الأعمال التجارية بحيث ان الشركات والمؤسسات تتنافس فيما بينها بحرية ونمنع الممارسات الاحتكارية وصولا إلى توزيع عادل وحقيقي للحصص السوقية لجميع المؤسسات والشركات في الدولة كيف ممكن يكون هذا المنع اللي تتكلم عنه خوة إبراهيم؟ يكون عن طريق تطبيق الآليات اللي بالقانون بحيث ان نحن نمنع اي شركة انها تأخذ اكثر من حصتها السوقية يكون التوزيع فيما بينهم مقابل العمال الحقيقية اللي تقوم فيها لو افترضنا انه في وضع احتكاري ما راح تأخذ الشركة الحصة السوقية العادلة راح تأخذ ممكن اكبر من حجمها صحيح فالقانون غانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المرجع الاساس لتطبيق سياسة المنافسة في الدولة لكن خلنتكلم عن قانون حماية المنافسة على الشركات الاجنبية اللي ما لها مقر في قطر هل يطبق القانون عليها ولا القانون المقتصر على الشركات الموجودةasm 알았어 سي قطر لابت طبع القانون يطبق على جميع الشركات اللي لها مقر داخل دولة قطر أو خارج الدولة ويطبق قطر أخوي صباح على هذا الشيء المبادرة تحرير ضمان السيارات نعم المبادرة نتكلمنا فيها في واحدة من حلقاتي صحيح المبادرة تطبق على الوكيل المحلي ولكن الشركة المصنعة هي التي تصدر كتيب الضمان فكتيب الضمان لو في مخالفة الشركة المصنعة ممكن نخالفها رغم أن مالها مقر في دولة قطر وعلى هذا الأساس مثل ما قلت لك سابقا أن الشركات المصنعة جاتنا بنفسها تبقي يتعدل نظامها بناء على الغنون القطر رغم أن مالها أي وجود داخل الدولة ممتاز وهي شيء إيجابي يعني يمكن يعطي رسالة حق الشركات الموجودة أن يا جماعة شوف الشركات اللي برع وفصلت لقطر وتبغي تساعد يعني في ممارسة هذا القانون وهذه رسالة حق كل أصحاب الشركات الموجودة عندنا في قطر في الالتزام في القوانين التي تسنهم وزارة الاقتصاد والتجارة لو تحدثنا عن القانون نفسه هل هناك استثناءات أو إعفاءات لبعض الأعمال المقيدة للمنافسة من نطاق الخطر عندنا في قطر؟ نعم القانون استثناء الأعمال السيادية للدولة إضافة إلى الشركات أو المؤسسات أو الكينات التي الدولة تشرف عليها أو توجهها إضافة إلى ذلك أن وزير الاقتصاد والتجارة لا الحق أن يستثني بعض التعقدات أو العقود أو الاتفاقات المقيدة للمنافسة إذا ثبت أن حقوق المستهلك يعني المستهلك راح يستفيد من هذه المقالفة فوزير الاقتصاد لا الحق أن يستثني من دائرة الحظة ومن هي الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون حماية المنافسة عندكم في وزارة الاقتصاد؟ هي لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهي لجنة مشكلة ممثلين عن وزارات الدولة أكثر من وزارة نعم أكثر من وزارة إضافة إلى خبراء مختصين منهم من جمعة قطار ومن عدة أماكن في الدولة المختصين بالمنافسة واللجنة تشكل بغرار من مجلس الوزراء وتتبع وزارة الاقتصاد والتجارة وتستعين بعمالها بإدارة حماية المنافسة التي أنا أعمل فيها بحيث أننا نقوم بإجراء الدراسات والبحوث التي تساهم في خدمة عمل اللجنة للوصول إلى تطبيق سياسة المنافسة وما هي اقتصاصات اللجنة؟ يعني ما الأشياء التي تقوم فيها لجنة المنافسة وحماية المنافسة؟ القانون نص على اقتصاصات اللجنة التي هي من ضمنها أنها تتلقى البلاغات وتقوم بفحصها وتأكد من جديتها وتقال زراءاتها اللازمة وتقوم بإصدار نشرة دورية للمنافسة تحط في النشرة الغرارات التي أصدرتها نعم والتوصياتها إضافة إلى ذلك أنها تعد تغرير سنوي وهذا التغرير في التوصيات والمقترحات إضافة إلى ما قامت به اللجنة والنسخة منها ترفع إلى مجلس الوزراء إضافة إلى عرضها على وزير الاقتصاد والتجارة أنزيل لو تكلمنا عن القانون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ما هي الممارسات المحظورة في هذا القانون أخي إبراهيم؟ الممارسات المحظورة هي الاتفاقات أو أبرام العقود بين الشركات؟ بين الشركات؟ بين الشركات المتنافسة بحيث أنها تقيد المعاملات أو الضر مستهلك الضر بالمنافسة الضر بال يعني تخالف شروط وأحكام المنافسة حماية مستهلك بالضبط إضافة إلى ذلك أخوي الصباح مثل ما قلت لك سابقاً أن الغانون ما منع الشركات بالدولة تكون بوضع مهيمن أو مسيطر ولكن منع عليها إساءة الهيمنة أو إساءة السيطرة مثل ما قلنا عبر منع منتج معين أو إحداث وفرة أو التلاعب في سعر منتج معين فهذا الغانون منعه فأحياناً في دولة مجاورة هذا شيء حدث أن في يوم من الأيام كيس الرز مثلاً إذا افترضنا أنه كان 40 كيلو بسعر معين في يوم من الأيام صار 25 كيلو بنفس السعر الشركات كلها شركات الرز ارتفع السعر ارتفع السعر وشركات الرز كلها فيما بينها في يوم واحد غررت هالشيء فهذا دليل أنه كان فيه اتفاق فيما بينهم يعني مستحيل أنه في يوم واحد أن كيسر ريكات الرز تنزل هذه العبوة في نفسه اليوم والخاسر الأكبر هو المستهلك أكيد الخاسر الأكبر وإحنا دائماً من خلال برنامجنا نقول حق المستهلك أنه أخي المستهلك لك حقوق كبيرة لازم تعرفها سواء في وزارة الاقتصاد والتجارة أو حماية المستهلكة أو حتى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعطيك الحرية ضمن القوانين التي أسنتها وزارة الاقتصاد والتجارة أنك أنت فقط عليك أنك تبادر وسواء شفت حالة أو خطأ معين بإمكانك أنك ترفع شكوى لوزارة الاقتصاد والتجارة وأكيد سيكون لها بإذن الله رد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة دعنا نتكلم عن في حال شفتوا واحدة من الإجراءات الخاطئة ما هي التدابير التي تتخذها اللجنة عند ثبوت الحالة أو المخالفة الموجودة؟ على الفور أخوي صباح تقوم اللجنة بإختار الجهة المخالفة بأنك في وضع مخالف وبالتالي تمهلها مدة محددة أو على الفور تلزمها بإزالة المخالفة في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي حددتها اللجنة نعم نقوم برفع التغرير بالحالة إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإجراءات تحريك الدعوة الجنائية أخوي إبراهيم هل يجب على المؤسسات أو الشركات التي تنوي الاندماج أو الاستحواذ شركة على أخرى أبلاغ اللجنة بذلك؟ ينبغي أخوي صباح على المؤسسات التي تنوي تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو شراء أسهم أو الاندماج أنها تبلغ اللجنة كتابة بذلك على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة نعم وبالتالي اللجنة وخلال تسعين يوم يجب عليها الرد الرد على الشركة الرد على المؤسسات وفي حالة عدم الرد خلال التسعين يوم يعتبر بمثابة موافقة كأنها موافقة صحيح بدنا في رسالة توجهها لكل من يشاهد برنامج فيدو استفيدو خاصة المستهلك أتمنى من الجميع سواء المستهلكين أو الشركات المتنافسة في حال وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إبلاغ اللجنة على العناوين الموجودة على الشاشة أو في مبنى وزارة القصص والتجارة في منطقة الوسيل الله يفككم إن شاء الله أخو إبراهي في النهاية يأتي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الدولة ومشاهدين الكرام لتوفير بيئة تشريعية ملائمة ومناسبة للتطورات الاقتصادية لتحقيق المزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية وبالتأكيد تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك في إطار عمليات الأصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق شكرك أخو إبراهيم بمطار المهندي على تواجدك معنا في برنامج فيد واستفيد وإن شاء الله يكون لنا لقاء قريب بإذن الله إن شاء الله تمنى لك للتوفيق مشاهدين الكرام قبل الختام نعرفكم على مصطلحنا لهذا الأسبوع وهو السوق المعنية أحد المصطلحات التي تأتي في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهي التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك ويقصد أيضا بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار بهذا المصطلح مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج فيد واستفيد نتمنى أنكم استفدتم منها وإن شاء الله نلتقي فيكم مرة ثانية في أسبوع جديد ومعلومات جديدة بإذن الله مع السلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر